دع جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة جميع المدنيين في قطاع غزة ما يزيد عددهم عن مليون نسمة إلى التوجه إلى الجنوب خلال 24 ساعة فيما حشد الدبابات بالقرب من القطاع قبل غزو بري متوقع وقال وزير دفاع الاحتلال يو آف جالانت يوم الخميس حان وقت الحرب في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية صهيونية قصف غزة ردا على أكثر هجمات المقاومة الفلسطينية دراوة في تاريخها وقال جيش الاحتلال إنه سيعمل بشكل كبير في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة ولن يتمكن المدنيون من العودة إلى حين إشعار أخر وقال جيش الاحتلال في بيان يا سكان غزة عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلتكم وأبعد أنفسكم عن مخرب حماس الذين يستخدمونكم دروعا بشرية في حين أكدت قيادات في حماس إن تحذيرات الاحتلال دعاية كاذبة لإطفاء شرعية على المذبحة المحتملة